في استخفاف بالأتباع المغيبين ظهرت عربة في عرض الحوثيين تحمل ثلاث صور ضخمة لثلاثة سلاليين الحوثي الأب وابنه الهالك حسين وثالث الكاذبين الصورة لوحدها اختزلت الفكرة والهدف من الحفل ومن النكبة بشكل عام فمن جيء بهم إلى السبعين جيء بهم ليعبروا عن تقديس ثلاثي السلالة الثلاثي الذي تطغى صورهم على كل شيء في احتفالات الحوثيين بما في ذلك الاحتفالات التي يزعمونها الدينية فإذا هي في الحقيقة احتفالات بمغادرة فضاء الحرية نحو سراديب العبودية الخمينية الحضور الطاغي لصورة الحوثي وشقيقه في الشقاء مع صورة والدهما والد الأشقياء عمل لم يكن ولن يكون عابرا بل هو عمل ممنهج جرى ويجري التخطيط له بعناية من قبل خبراء ايران في استنساخ لتجربة صناعة هالة حول مسخ ضاحية لبنان وذلك استنساخ يمثل خدعة يستحيل أن تنطلي على عقول الأحرار فالقاتل لا يغدو بريئا بمجرد رفع صوره في احتفال بمولد النبي والتضليل الإعلامي الذي يسعى للتغطية على تشريد الملايين والتسبب بمجاعاتهم ومقتل مئات الآلاف وجرح أكثر منهم من خلال مهرجة تحول المجرمين إلى رموز فضيلة تضليل لم يعد من السهل أن يسحر أعين اليمنيين مهما كانت إمكانات التزييف والتضليل الموضوعة بيد الحوثيين فاليمنيون يدركون عين يقين أن أصحاب الصور الكبيرة هم أكابر المجرمين ويؤكدون بلغة لا تستوعبها عقول المستعبدين أن تضخيم الصور يستحيل أن يقزم الأحرار لأن العبيد وحدهم من يشعرون بالتقزم أمام صورة مجرم أو في حظرة سفاح ترجمة نانسي قنقر